المأمورية العظمة يعني رب يسوع في بشارة مرقص قال اكرزوا بالإنجيل وفي إنجيل متى تلمذوا جميع الأمم فإذن فيه كرازة وفيه تلمذة والتلمذة هي حياة أسلوب حياة مش مجرد أنا بعمل اجتماع تلمذة وخلصنا لا فيه أسلوب حياة وتأكيد على الآية اللي اقتبستها الحراث بقول الرسول يحنى لكي يفرح الزارع والحاصد معا فيه تعب وفيه مكافأة آخرون تعب وأنتم دخلتم على تعب مرات احنا منحب الفخر أنه واحد آمن بس بيكون قابلينا فيه أربعين شخص حكى معاه واحدة من الأشياء المحزنة في العهد القديم أسيس إنه الله يعني كان يعني الغرض إنه الشعب يكون شهادي أنتم شهودي ويكونوا نور للأمم ولكن فيشتوا في هذا الموضوع وإشعية بحطها في صيغة في إشعية خمسة يسأل لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا يعني هو طلع ثمر الإشكال إنه طلع ثمر بس ياريت ما طلع ثمر كان أسهل شوي ولكن يطلع ثمر والثمر يكون ردي هذا هو الأخطر والحقيقة سيس نظار حدك اقتبست الأمر من إشعياء خمسة لما بيقول كان الحبيبي كرم على أكمة خاصبة فنقى حجارته وغرصه كرم صورق وأحاطه واوة إلى آخره وبيقول إنه صنه كحدقة العين واوة إلى آخرين وبييجي سؤال اللي النهاردة أنا بقدمه واسمح لي أقول من خلال برنامج المحترم من هذه القناة المحترمة أنا بقدمه لكل جمالاتي وإخواتي والنفسي قبل الكل سؤال الرب والآن حكمه بيني وبين كرمي ماذا يصنع بعضي لكرمي وأنا لم أصنعه والسؤال الخطير لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا وأنا خايف من قصاص لم يقول أنزع صوره وأجعله للرعي والدوس وللحقيقة أنا عايز أقول لنا كلنا كخدام ومرة تانية أنا بس أذنك خطة الله سوف تصل إلى مفتغاها بنا أو بدوننا لامتياز والبركة لنا إحنا إذا نفذنا خطة الله لكن خطة الله لابد أن تتم وعندما فشل الشعب القديم أن يكون نور وشهادة هل فشلت خطة الله أبدا أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن أسيروا أولاد الله وصارت الكنيسة هي الجنس المختار الأمة المقدسة شعب اقتناء لتخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلم إلى نوره العجيب اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر